كرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا في مدارستنا لعدد من الآيات الكونية في كتاب الله وتوقفنا معا عند صورة يونس عليه السلام وعند الآية الخامسة بالذات من هذه الصورة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صورة يونس مليئة بالإشارات الكونية ولكن من أكثر هذه الإشارات إبهارا لي شخصيا هذه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا هناك فرق كبير بين الضياء والنور الضياء عبارة عن مجموعة من الموجات الكهروماناطيسية المختلفة في أطوال أمواجها هذه الموجات أغلبها لا يرى أشعة جامة لا ترى الأشعة الصينية لا ترى الأشعة فوق البنفسجية لا ترى الأشعة تحت الحمراء لا ترى لا ترى عين الإنسان يعني الأشعة الراديو لا ترى لذلك أغلب الضوء لا يرى ومن هذا الضوء حزمة صغيرة جدا سمى حزمة الضوء المرئي تشكل ألوان طيف خزح الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي هذه الحزمة وهي مفردة هكذا لا تستطيع عين الإنسان أن تميزها تمييزا واضحا ولذلك شاءت إرادة الله تعالى أن هذه الحزمة من أشعة الشمس حينما تدخل في نطاق الغلاف الغازي للأرض يعاد تشتتها وانعكاسها واندماجها مع بعضها البعض حينما تسقط على هباءات الغبار على جزائث الهواء على قطيرات بخار الماء فيعطينا ربنا تبارك وتعالى هذا النور الأبيض الجميل الذي يبتعنا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار على نصف الكرة المواجهة للشمس لذلك هناك فرق هائل ما بين الضياء والنور الضياء هو حزمة أو مجموعة موجات من أشعة كونية تصدر عن عملية الاندماج النووي أو عن مصدر من مصادر الطاقة كعملية الاندماج النووي في داخل النجوم هذا الذي يصدر الضوء هذا الضوء كله أو أغلبه غير مرعي يعني الذي يمكن لعين الإنسان أن تراه فيه هزمة صغيرة للغاية تعرف باسم هزمة الضوء المرعي هذه الحزمة تعطينا هذا النور الجميل حينما تسقط على سطح الأرض في نصف الكرة المواجهة للشمس فيعاد دمجها مع بعضها البعض وتشتتها ونعكاسها وترددها حتى تعطينا هذا النور الأبض الجميل الذي نراه في وضع النهار ولذلك الضوء يصدر من جسم مشتعل ملتهب بضيء يعني شديد التفاعل بذاته مصدر مصدر الطاقة كالشمس النور لا سقوط الجزء من هذه الأشعة المرئية من الشمس أو من غيرها على جسم معتم ويعاد إنعكاسه ويعاد تشتته فنرى هذا النور الأبيض الجميل الذي نراه في وضح النهار وعلماء الفيزياء صنعوا لنا قرصا عليه ألوان الطيف الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسيجي إذا أضاروا هذا القرص بسرعة فائقة يتحول لونه إلى اللون الأبيض وكلما تباطأت سرعة دوران هذا القرص تظهر هذه الألوان ألوان قوس قزح بالتدريج لذلك من الدقة العلمية في القرآن الكريم التمييز الدقيق الذي لا يعرفه كثير من الناس حتى في زماننا في زمان العلم الذي نعيشه في اللغة الإنجليزية يعبرون عن الضوء والنور كله لايت يعني لا يميزون لكن القرآن الكريم وهو كتاب أنزل إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبية السحقة من أميين من قبل 1400 سنة يميز بين الضياء والنور الذي جعل الشمس ضياء والقمر ونور ويقول ربنا تبارك وتعالى في وسل الشمس وجعلنا سراجا وهاجا يعني السراج يعني مصدر للطاقة مصدر للطاقة باستبرار فهذا التمييز من الدقة العلمية الفائقة في كتاب الله ومن المعجزات العلمية في هذا الكتاب العزيز هو الذي جعل لكم الشمس ضياء نور القمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب قدره الضمير في قدره يعود على القمر منازل للقمر إما هي مجموعة الكويكبات مجموعة الأبراج التي يقع فيها القمر في كل الليلة من الليل السنة أو هي مراحل الضوء مراحل الإنارة مراحل الإنارة على سطح القمر من الهلال الوليد إلى التربيع الأول إلى الأحدب الأول إلى البدر الكامل إلى الأحدب الثاني إلى التربيع الثاني إلى الهلال المتناقص إلى مرحلة المحاق أو الاختران هذه منازل القمر إما الأبراج التي يقع فيها القمر في كل الليلة أو مساحة الإنارة على سطح القمر بهذه الطريقة جعل ربنا تبارك وتعالى القمر ساعة كونية لأهل الأرض ونظرا لقربه من الأرض تلتمية وتمئين ألف كيلومتر في المتوسط نجد أن حركة القمر بالنسبة لأهل الأرض منضبطة انضباطا شديدا فيقول ربنا تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يعني الدقة الفائقة في حركة القمر حول الأرض وقدرة الإنسان على استخدام مراحل القمر للتوقيت وللحساب هذا يؤكد على أن الله تعالى لم يخلق شيئا في هذا الكون إلا بالحق بالدقة الفائقة التي تحتاجها يفصل الآيات لقوم يعلمون يعني ربنا تبارك وتعالى يؤكد لنا هذه الآيات التي تشهد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم ذلك الكتاب الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل أربعة عشر قرنا يحوي من دقائق العلم ما لم يتوصل الإنسان إلى معرفته إلا في العقود المتأخرة من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وهذا السق العلمي للقرآن الكريم يشهد لكل ذي بصيرة بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق وتأتي الإشارة إلى هذه الحقائق العلمية الناصعة كي تؤكد على كل ما جاء في هذا الكتاب من أمور الغيب الإمام بالله بالملائكة بالكتب بالرسل بالبعث بالجنة بالنار وبغير ذلك من الأمور الغيبية لذلك نقول أن هذه الوانضة القرآنية المبهرة في صورة يونس التي تفرق بين الضيع والنور وهما من القضايا العلمية الدقيقة التي تلتبس على كثير من الناس حتى في زمن العلم الذي نعيشه مما يشهد بهذا القرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين ويشهد النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة وتشير الآية أيضا إلى دقة الشهر القمري فوق شهر شمس وكما عشرنا في حلقات سابقة أن سنة المسلمين قمارية شمسية يحدد الشهر فيها دورة القمر حول الأرض ويحدد السنة فيها دورة القمر والأرض حول الشمس الفارق بين السنة الشمسية والسنة الخمرية أحد عشر يوما وهذا الفارق مدعاة لانتقال مواسم العبادة عبر فصول السنة حتى لا تكون العبادة محصورة في فصل واحد من الفصول هذا من بعض الدلالات هذه الآية الكريمة ولذلك ختمت بقول ربنا تبارك وتعالى ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون هذا ما نراه في هذه الآية الكريمة إن شاء الله سنفصل مزيدا من الإشارة العلمية في صورة يونس وهي كما عشرنا مليئة بالحقائق العلمية شأنها شأن كثير من صور القرآن الكريم وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعي أنكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة